اشتركوا في القناة ليس لدى هيئة السرطة في حسب بل لدى كل مصريين ينتمي لتراب هذا الوطن العظيم والذي يتضاقل من أجله كل الغالي والنفيس إنه يوم نسترجع فيه زاكرة التاريخ وحاضر الأمة أيام خالدة عظيمة يسطرها رجال السرطة المصرية كل يوم بأحرف من نور وهم يخودوا أشرف المعالك ويجودوا بأرواحهم الطاهرة من أجل عزة وكرامة وطنهم وسلامة شعبه وأمانه أياماً علموا فيها المعتد الغاصم معنى وقيمة الدفاع عن الأرض والعرض والإيمان بالله وأعطوا دروساً في الوطنية والفداء فنالوا ما قدموه من تضحيات جسام احترامي وتقديري الشعب إنها ليست ذكرى تتجدد فيها أسمى معاني التضحية في عزي بل تتواصل من خلالها مسيرة أجيال متتالية تضرب أروع الأمثلة من أجل ترسيخ دعائم الدولة ومواجهة أي محاولات للعبس بمقدراتها أو النيل من سلامة بنيتها الإجتماعية واستقرار وسلامة أراضيها ولقد أراد الله بمشيئته أن تأتي هذه الزكرة وقد ارتفعت إلى عنان السماء أرواح المزيد من أبطال الشرطة الذين نحتسبهم تاريخاً متواصلاً من التضحية والفداء السيد الرئيس السيدات والسادة لقد مدت مصركم سيادة الرئيس نحو غد أفضل ومستقبل واعد بعد أن تم إنجاز خارطة رسمة الطريق نحو مصاري التطور والتحديث وإعادة بناء الدولة الحديثة والتي كادت أن تعصف بها المؤامرات والدسائس لو لا حكمتكم ودعم ومساندة شعب مصر العظيم لكم وها نحن قد وصلنا بحمد الله وتوفيقه إلى ملامح أفاق المستقبل المشرق بإذن الله عقب أن تحقق الاستحقاق السالس لخارطة الطريق وأطحى لدينا مجلس جديد للنواب جاء من خلال انتخابات حرة نزيهة شهد لنزاهتها وشفافيتها الجميع وقد اطلع خلالها جهاز الشرطة المصرية إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة بدور محوري وفاعل لتأمينها وتمكين كل الأطراف من ممارسة دورهم الذي حدده الدستور وقد أسهم ذلك الاستحقاق السالس والذي جاء بعد صدور الدستور الجديد وعقب التفاف المصريين خلف خطواتكم الوطنية الموفقة واختياركم في إجماع أكد مدى وطنية وعي هذا الشعر وإدراكه الفطري للمخاطر التي تدفعه للتآذر عند الشدائد في نسيج واحد وإرادة لا تتزعزع نؤكد أن هذه الخطوات جميعها قد ساهمت في دعم البناء الديمقراطي لركائز المؤسسات الدستورية للوطن وأكدت بقوة مدنية الدولة ورسخت دعاء مقومات قدراتنا في كافة المجالات السيد الرئيس الحضور الكريم لقد تفاقم الإرهاب في الأعوام الأخيرة وأصبح يمثل ظاهرة ليست محلية أو إقليمية فحسب بل تعدى إلى أفاق العالمية وذلك كمحصلة للسرعات والاضطرابات الدولية التي تهيئ المناخ له ليترعرع ويستفحل ويجنح من خلال سلوك إجرامي وإرهابي خسيس تتبنى عناصر تهدد أمن الشعب وتنعطف الاتجاهات تزعز استقرار وأمن دول العالم وترتكب جرائم ضد الأنسانية تروع الآمنين وتدمي ضمائر الأمم ورغم كل ما نواجهه ونقدمه من تضحيات فإننا نؤكد لسياداتكم أننا سنظل إلى جانب الشقائنة ورفقاء الضرب بالقوات البسلعة في خندق واحد نتصدى لهذا الخطر الدائم ببسالة وقوة ونقف له بالمرصاد لإجهاض مخططاته الهدامة ولن تنال هذه الجرائم الإرهابية الدنيئة من إرادة دولة بعراقة مصر تأصلت في وجدان شعبها قيام نبز العنف والإرهاب وسنتصدى بكل جسارة مهما كانت التضحيات وبهلغت التضحيات ولن يهنوا عزم رجال الشرطة ولن يلين وسنمضي في مسيرتنا متسلحين باليقزة والحزب لإجهاض أي محاولات آسمة لنشر آفة الإرهاب على أرض الكنانة ويؤكد رجال الشرطة لسيادتكم أنهم أمناء على رسالتهم التي شرفهم الوطن بحملها وأنهم على ضرب البزل والعطاء ماضون مدركون جسامة التحديات مضحون بأغلى ما يملكون من أجل غدٍ أفضل السيد الرئيس السيدات والسادة ورغم أن الجرائم الإرهابية ستظل الأشد تعقيدا والأكثر خطورة على أمن المجتمع إلا أن أعيننا وبذات القدر تتجه لمواجهة مخاطر الجرائم الجنائية والجرائم المنظمة عبر الحدود التي تدخلت مع الإرهاب وأصبحت تشكل مخاطر لها تداعيتها على معطيات الأمن والاستقرار في ظل عالم يزداد الطرابا وسادة الصراعات وغابت عن الكثير من أرجائه القيم والمبادئ الإنسانية وهو ما أدرقته الشرطة وواجهته بتحديث آلياتها وأجهزتها واندفعت في خطوات سباقة لتطوير منظومة آليات العمل الأمني لتستوعب المواجهة مع هذه الأنشطة الإجرامية وهو ما أسهم في محاصرتها وتعقب مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الأمر الذي كان له إنعكاس إيجابي على تقليص حالات الإنفلات التي ألمت بالوطن نتيجة للمتغيرات السياسية وتسكية اتجاه المجتمع للتعافي واستعادة قدراته حتى يتمكن من تعزيز إمكانياته الاقتصادية ويوفر مناخا مستقرا يشجع على الاستثمار ويكتزب رؤوس الأموال إلى حركة السوق مما يعزز من جهود التنمية الشاملة السيد الرئيس السيدات والسادة الحضور وفي هذه المناسبة التاريخية أتقدم بأسمى معاني التقدير والإحترام لرجال صدقوا ما أعهد الله عليه رجالا قدموا في معارك الشرف والكرامة ضد الإرهاب الأسود والزود عن الوطن وأمنه واستقراره بأغلى ما يملكون من أنفسهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن رجالا هم أحياء عند ربهم يرزقون إنهم شهداء الشرطة والقوات المسلحة الباسلة فتحية العاطرة لأرواحهم جميعا وستظل أبدا تضحياتهم ضياءا هاديا لزملائهم يحزون حزوهم لا يهبون الموت في تواصل وعطاء لا يفطر ولا يتراجع من أجل عزة للوطن وصون كرامته وحفظ أمنه وسيزول اللون دائما في بؤرة اهتمامنا ووفاءا لهؤلاء الرجال الأطهار الأبرار وستظل الإرادة التاريخية التي يتمتع بها المصريين قيادة وشعبا وجيشا وشرطة عنوانا بارزا يؤكد وحدة نسيج الأمة المصرية والتي كانت وستظل تلعب دورا محوريا رائدا بغغرافيتها وتاريخها عربيا وإقليميا ودوليا السيد الرئيس الحفل الكريم أود أن أؤكد أن مصر ستبقى قادرة بعون من الله سبحانه وتعالى في ظل قيادتكم الحكيمة وشعباه الأبي على مواجهة التحديات الجسيمة والتصدي للمخاطر والسرور التي تحيط بها حفظ الله مصر أرض الكنانة وجنبها سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه على ما يشاء قدير وجعلها وأهلها في رباط إلى يوم الدين إنه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا